نعرف عن عائشة رضي الله عنها أمنا أم المؤمنين ونسمع ونقرأ عن غيرتها الفطرية البسيطة جدا الجميلة وكيف كان يستقبلها النبي عليه الصلاة والسلام بكل رحابة صدر حتى أن مرة أرسلت واحدة من ضرراتها قصعة من طعام فعائشة رضي الله عنها رمتها بدافع الغيرة الطبيعية جدا وهل مثل عائشة لا يغار على مثل النبي عليه الصلاة والسلام كيف استقبل النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا الأمر قال غارت أمكم ثم قال قصعة بقصعة وإناء بإناء فقابل مثل هذا الموقف بممازحة بملاطفة بحكمة كما يقال برواء يعني كي يحل الأمور ما كان يقابل أي أزمة ممكن أن تمر أو أي مشكلة بسيطة أو كبيرة بالمثل كان يقابلها بحكمة بلين برفق بملاطفة بملاعبة بمداعبة بنزول بالحقيقة إلى مستوى أي مستوى مهما كان فما كان النبي عليه الصلاة والسلام بعيدا عن الحياة الواقعية ما كان في قفص بعيد ما كان في زاوية بعيدة كان مندمج مع المجتمع بكل ما فيه موسيقى